تعالي. السلام عليكم. اخوة كرام محبا يا اخوكم محمود عاطف من قناة محمود وكوفو. وحلقة النهار ده حلقة مختلفة مميزة معنا فيها ما شاء الله ده كاريسمو هالك كوكيجن عنده ايه? معنا بشمهان تسعدي صاحبه. نور الدنيا. يا مرحب بيك. ابنه الجميل. ما شاء الله اللهم بارك. اعمل لهم باي. شاطر. ومعنا كالبين البلدي مش عارفين نخلص منهم. ما شاء الله يعني بحاول اخليهم بعيدة عشان نعرف نشتغل. بس هم عارفين ان انا معي مكافئات. وعارفين ان انا هبدأ استعملها. اللي هنعمله النهار ده ان احنا نأكد الامر اللي فات بتاع الكلب ده. نضيف امرين جدد او امر جديد. خليكم معنا شوفوا ايه اللي هيحصل. ما تنسوش لو انتم على اليوتيوب. تشتركوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو انتم على الفيزبوك لايك وفول صفحتنا. وكومنت برأيكم في التعليقات. لا ما تشدش ابدا اتطوق كده. كده انت لو هو كلب بالغ كأنك بتقول له تخاني. بتوتره. فانت ترخي عادي وتسيبه هو يشمه ويتعرف هو يبعد هو يقرب. خايف عليه من الحشرات فاكيد انت متديره حاجة للحشرات. متديره. زي ما انت قلت له. فبالتالي ما بنخافش من كلابنا او من كلاب الشارع على كلابنا. لو بنخاف على كلاب الشارع من كلابنا. كلابنا دي واخد تطعيمات. واخدين ادوية. دول مش واخدين. فلما كلب واخد تطعيماتي قبل كلب مش واخد تطعيمات. فاللي مش واخد تطعيمات هو اللي عرضة للامراض. هو اللي عرضة للتعب. وفي نفس حيات موضوع الحشرات. بينين دي كلابنا ووقائيات. الوقائيات دي تقعد ثلاث شهور. بومبو عمل مشاكل. للناس اللي فاكرة بومبو. فهو لمم قطيع معاه وبيتمشى بيهم عشان يحمي النتيجة. بصوا. هو بومبو اللي هناك خالص ده وماشي وراء النتيجة اللي هو بيحميها. يلا عبدو نرجع نكمل. فبالتالي بندي كلابنا ادوية للوقاية من الحشرات وبننزلهم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. محبس كلبي في البيت وقول لس انا بخاف عليه لا يتقرص. اس انا بخاف عليه لا يطلع عليه اراضة. كلبك هيب عنده مشاكل سلوكية تخليك تخاف على نفسك منه. بسبب عدم نزول الكلب. فاهم حاجة في تربيتنا الكلب جوه البيت رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة خمسة المليون نزوله كل يوم ساعة تمشية وتفريغ طاقة واحتياجات. محدش يقول انا ببنزلش الكلب عشان انا بخليه يلعب في البيت البيت كبير. السطح كبير. لا الكلب بينزل عشان الطاقة الزهنية. عشان عقله. عشان منخيره. عشان ودنه. الحواس اللي عنده تستكشف. وتستكشف. مش هطول عليكم في الرغي اكتر من كده خلينا نبدأ على طول. الكلبة تبدأ تتسحب حواليا ازاي? بصوا. 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 طبعا ده سكر هسيبه يشب علي كده لان ده اول مرة يتجرق ويعملها. عايزك تفكه. اه افك ليش. ما نصحش حد ان هو يفك الكلب بتاعه في الشارع. انا عشان انا مدرب دي شغلتي. بعرف اقرس لوك الكلب. فاعرف احدد الخطورة هتيجي امتى وازاي? فاتفداها. اول غاية دولتي مدأش الحاجة اللي معايا. فاحنا اللي هنعمله. ادي له بس فرصة. مع الكلاب. وهو يقرر هو عايزة. بصوا قرر يجي لي. لأ. طيب اول حاجة عشان حاسس مبعد عدم الانضباط. فعايز ازبط الجزء دي. فهعمل لقطة صغيرة كده في الكاية. ان انا همسك قطعة فرخة صغيرة قوي. في ايدي اليمين. في ايدي الشمال القطعة الكبيرة اللي هتكون الطعم. وهعمل كده. لأ. 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 مضطرة داري اللي في ايدي اليمين دي. هو الصح ان انا ما اتغطش عليه. يعني انا كنت عايزة دايقوا دلوقتي. لأ. فهواريكم الطريقتين. هواريكم الاول لو انا معيش مكافأة في ايدي اليمين. ادريها هو. اعط. بس. لأ. لأ. وانزل مرة واحدة. لأ. 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 دي الطريقة الاولى. لأ. فيها شوية قوة جسدية فالكلب اقصاد القوة الجسدية بيبعى عايز يصد القوة بقوة. لأ لأ لأ. كل ما برجعه هيحاول تاني. لأ. مجرد ما يصبر كده. لأ. لأ. بس حاسب وحاسب عشان العربيات خلاص خلاص خليكوا وقفين هنا. لأ. مجرد ما صبر المفروض هتديره اللي في جيبي بس عشان هو اخد امر المنع مرتين وبيهوى فمش هتدهاله. لأ. 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 سكت صبر. لأ. اللي في الارض لأ. جبه ايه? شاطر. وتاني. لأ. اللحظات دي بتبقى حساسة قوي بينك وبين كلبك. ما يفعش يكون في اكل مغري قوي وكلبك من الانواع اللي بتحب. لأ لأ لأ. زي ما شاء الله ده من الاحجام الضخمة لاملاقة. فده عايز يتغذى بجد مش بيهزر. فالاكل بالنسبة له مش اوبشن. دي حاجة اساسية. فلازم تكون انت حريص وانت بتتعامل. لأ. 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 لمسة غلط تخليه يقلب الموضوع لان هو خايف او عايز يهاجم او محتاج بقى يسرق لأكل. لأ. شاطر. اول ما يبصلي هتدي له اللي في ايدي. لأ. هالك. هالك. جوب بوي. رابو. جوب بوي. شاطر. عشان فضل ثابت ومستني. نزود اللعب شوية. لأ. فدائما المهارات اللي فيها تطوير لسلوكيات الكلب. لأ. او للتعليمات الكلب انا اسف او الاوامر. لأ. في حاجة برضو بسيطة قوي 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 ممكن تقلب موازين الحصة دي. ان انا حط اسناء التعليم. ممكن تعملوها بعد ما يتعلم. يعني انا هوريكم لقطة بسيطة دلوقتي. ان انا هعمل كده. لأ. لأ. هو ما شافهاش. لأ. 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 جوب بوي. هو كده هشوفها. يلا كل. برافو. بصوا بقى اللقطة اللي طعبتني في اول الحصة. بنعمل بايدي كده. وهو ما ياخدهاش. لأ. 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 لا. ما عايزه بس هنا. ثاني. فيبقى الموضوع اسهل. شايفين بقى عنده استعداد ازاي? فبرضو ما تطولوش على كلابكم. عرفوهم ان انتوا هتكونوا الكورمة. المسألة بس ان هي رسال اللي انا عملت كده. لأ. الكلب ما خدش خلاص اتديله على طول. طيب دلوقتي عايز اعمل حاجة تانية خالص بعيدة بقى عن امر المنع. احنا كده اكدنا امر المنع. عايزين نشوف امر الطاعة. او امر الطاعة قصدي. اللي عنده. فنعمل مسأل توجه مكان الاشارة. توجه مكان الاشارة موضوع بسيط بس بتمسك قطعة اكل صغيرة. خليها في كف اليد. انا افضل ان هي تبقى في كف اليد التاني. يعني اليد بتشاور. وكفر بكافئ. فهعمل له مسأل تعالى. على هنا. لا. لا. كده هو مش ماشي معي. انا هو ماشي مع جسمي. مش مع شرطي. هنا. وصل يلاقي قطعة. اعملها تاني. هنا. انا بقى بقى بعايزه العكس. يعني انا عايزه وصل في ايدي الشمال ايدي اليمين تكافئه. فانصحكم لو هتعملوها عاملوها كده. ما تعملوش ازاي. انا عشان بس ملخف النفسي. وحوالي الصيادين بيحاولوا يسرعوا اي حاجة. اواليكو دلوقتي في عيدة التوجه مكان الاشارة ايه? وفي المستقبل هتعرفوا في عيدها الحقيقية. هالك استنى. لا. لا. قعد. مكانك. لا. قعد. مكانك. وقرب. وكافئ. عشان اعرفوا ان المكانك دي انا مبسوط ان انت فضلت قاعد كده. لا. مكانك. برافو. فمش لازم انت بتعلم الكلب وامر ستي. تبقى بتبعد مسافات وبتزود المدة. لا. مكانك. واحدة واحدة. لو تلاحظوا ان الحصة دي بحاول اعمل اوامر كتير مع بعض. فانا كايني ما بصورش. انا بحشرح لكم كده من باب المحبة يعني. انما انا الحقيقة كنت عايز ابدأت الحلقة وانا بتعامل مع الكلب بس من غير ما اتكلم او اشرح. لا. ارجع. بس مكانك. نصبر شوية عشان نزود المدة تدريجيا لو تلاحظوا. بصوا جوه الكاميرا يا عبود. قعد. بس. مكانك. جو بوي شاطر. مكانك. ستي. لا. ستي. لا. جو بوي. ولازم وانت بتدي الكلب. لا. المكافأة. وانت بتدهاله اقول الكلمة اللي ترتبط بالمكافأة. عشان مع الوقت هتبقى كلمة جو بوي او شاطر او برافو هي المكافأة. مش الاكل. ما تستعملوش الاكل غير توصيل المعلومة. وصلت المعلومة ما تطبقش بالاكل. جو بوي برافو. هبعد اكتر المرة دي شوية. لأ. مكانك. لأ. لأ. ارجح. 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 بس. اعطل. مكانك. مكانك شاطر. لا. مكانك. لا. لأ. لأ. سس. اعطل. مكانك. مكانك. لا لا. لأ. لأ. تعال لف لف اعط شفتوا فايدة وجه مكان الاشارة عملناها مرتين بس بس هتخلي الكلب على كاب يلحق ايدك فتعف تخليه لف خليه يقعد خليه يطلع تخليه ينزل روح يمين روح شمال لما يجبر كل حاجات دي مكانك لأ اعط مكانك 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 لأ 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 تعال تعال هين تعال لف معي لأ مكانك خدوا بالكو انا شغال في اصعب ظروف ممكن مدرب يشتغل فيها لأ فالكلب اصلا ما شاء الله ان هو يديني نتيجة في الظروف دي ده معنا ان هو برضو بيتعلم بالطريقة الهارد او الهاردوي زي ما بيقوله الطريقة الصعبة فدي تخلي النتيجة تثبت اكتر وتخلي الكلب مميز اكتر عن الكلب اللي تدرب في مكان ما فيش فيه اغراءات ما فيش فيه يبوي فبص طول ما هو قاعد ساهل ما بيتحركش هكافق وراء بعض بشكل متكرر من غير مطول عشان بقى افهمه وبعد بس السنة لأ لأ بس بس بقيت اهو كفاية المسافة دي اقرب يبوي برافو وارجع مكانك لأ شاطر مكانك لأ 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 نجرب كده توجه مكان الاشارة في امر داون ان احنا نفهمه بقى ان في حاجة اسمها داون امر برضو امر بسيط تحط قطعة الاكل في ايدك تقفل عليها تعملوا الصباح دا كده تخش من الحتة المفرغة دي لأ تشمم الكلب تروح مشاول لتحت مكانك لأ مكانك لأ 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 ليه بتقرب كده بس خلاص مكانك انا لأ اصدت ان التجربة الاخيرة دي تكون بالشكل دا عشان الكل ما يفتكرش ان هو كل مرة بيقوم بيكسر الامر المسألة بسيطة وبوجهه تاني لا عايز اعرفوا ان فيه فيه جد احنا حالياً في معلكم السلام كانك حالياً لا مكانك شاطر مكانك مكانك جيد بوي مكانك راب داون شايفين المرة اللي ما عملتش فيها الشو بتاع الامر تاني حط القطعة في كف ايدي داون 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 جيب وح العساسيل لا لا تعالة مدام بغير مكانه قوي لازم ارجعه تاني قط السكر والعسل هم اسمهم كده فعلاً الصغير قوي دا اسمه سكر الاخو الكبير اسمه عسل الاثنين من بطن واحدة الاثنين دول التبني الناس اللي حابة تتبنيهم تتواصل معنا كلاب شاطر قوي كلابة تنفع في الحراسة ينفعه في الحنية ينفعه في الجد ينفعه في كل حاجة اللهم بارك بشويش الكلب دا بياخد القطعة جامد قوي من كف الايد فتعالوا نهدي الموضوع دا شوية هنعمل دا هنمسك القطعة كده نحطها هنا نبين منها حاجات بسيطة اجزاء بسيطة وابدأ خليه يأكل من الاجزاء دي بشكل الاول هقف الخالص مش خليه يعرف يوصل لحاجة كده هي واحدة واحدة عشان يبدأ يفهم الفرق ما بين ايدي وما بين اللحمة فعرف ياخدها هو بعد ما عضين انا مرتين تلاتة وهو بيجرب عشان يفهم الكلاب مش عايزة تأذيك تخافش من كلبك واحدة واحدة بس في نفس الوقت ما تضغطش عليه غلط يعني انا اديته كث في ايدي فبدأ يستكشف ففهم الفرق ما بين ايدي واللحمة فهياخد اللحمة تاني لا لا شاطر مرة دي معضش كان احان خلصنا قطع المكافئات اللي معنا خلصنا برضو المدة زمنية اللي عقله يستحمل فيها توصيل معلومات هنعيد بشكل ودي وبعد كده هيروح ويجي لي بعد يومين او بكرة اعيد اللي اتعمل النهاردة اضيف حاجة جديدة وعلى المنوال ده فنصحتي ليك لو انت بتضرب كل يومين ضيف امر ولما تيجي تضيف امر اتأكد من الاوامر اللي فاتت انها شغالة كويس رجحها مع الكلب من غير ما تضغط عليه الموضوع ما يكملش ربع ساعة وبعدين ارجع علم حاجة دي اتمنى الحالة دي تكون عجبتكو اتمنى تكونوا استفدتو كان معكم محمود عاطف هالك الكوكيجن الصحاب هالك نورونا شكرا عبود على التصوير تنسوش اشتراك تفعيل زر الجرس ألقاكم على خير